حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن أبي وهب الخولاني عن رجل قد سماه عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة سألت لها عز وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها وسألت لها عز وجل أن لا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها وسألت لها عز وجل أن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها حثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني يزيد بن حبيب عن خير بن نعيمين الحضرامي عن عبد الله بنه بيرة السبائي وكان ثقة عن أبي تميمين عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فلما انصر فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فتوانوا فيها وتركوها فمن صلىها منكم ضعفا له أجرها ضعفيني ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد والشاهد النجم حان يحيى بن إسحاق قال أخبرنا أبن لهيعة عن عبد الله بنه بيرة عن أبي تميمين الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لما هجرت وذلك قبل أن أسلم فحلب لي شويهة كان يحتلبها لأهله فشربتها فلما أصبحت أسلمت وقال عيال النبي صلى الله عليه وسلم نبيت الليلة كما بتن البارحة جياعا فحلب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتا فشربتها ورويت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرويت فقلت يا رسول الله قد رويت ما شبعت ولا رويت قبل اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكفر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد حتى يحيى بن إسحاق قال أخبرنا أبن لهيعة عن عبد الله بنه بيرة عن أبي تميمين عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعد من أوديتهم يقال له المخمص صلاة العصر فقال إن هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها ألا ومن صلاها ضعف له أجره مرتين ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد قلت لابن لهيعة ما الشاهد قال الكوكب الأعراب يسمون الكوكب شاهد الليل حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني ليث بن سعد عن خير بن نعيمين عن عبد الله عن أبي تميمين الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حسنا يحيى بن إسحاق أخبرني أبن لهيعة أخبرنا عبد الله بن هبيرة قال سمعت أبا تميمين الجيشاني يقول سمعت عمرو بن العاصي يقول أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر الوتر عند الباب الذي يلي دار عمرو بن العاصي فقال أبو ذر يا أبا بصرة أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل زادكم صلاة صلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر الوتر قال نعم قال أنت سمعته قال نعم قال أنت سمعته قال نعم حثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبني إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثدي بن عبد الله اليزني عن أبي بصرة الغفاري قال بقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور ليصلي فيه قال فقلت له لو أدركتك قبل أن ترتحل لما ارتحلت قال فقال ولما قال قال فقلت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي حثنا حجاج ويونس قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي عن ديحيتابن خليفة أنه خرج من قريته إلى قريب من قرية عقبة في رمضان ثم أنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا قال فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا ثم قال عند ذلك اللهم أقبضني إليك حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل أخبره عن عبيد يعني ابن جبر قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في سافينة من الفستاط في رمضان فدفع ثم قرب غدائه ثم قال اقترب فقلت ألسنا نرى البيوت فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن كليب بن ذهل عن عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بصرة من الفستاط إلى الإسكندرية في سفينة فلما دفعنا من مرسان أمر بسفرته فقربت ثم دعاني إلى الغداء وذلك في رمضان فقلت يا أبو بصرة والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد فقال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا قال فكل فلم نزل مفطرين حتى بلغنا ما حوزنا حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل قال حدثنا عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن كليب بن ذهل الحضرامي عن عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بصرة السفينة وهو يريد الإسكندرية فذكر الحديث حدثنا أبو عاصمين عن عبد الحميد يعني ابن جعفر قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن مرسدي بن عبد الله عن أبي بصرة الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم يوما إني راكب إلى يهود فمن انطلق معي فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم فانطلقنا فلما جئناهم وسلموا علينا فقلنا وعليكم حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال سمعت أبا بصرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن غادون إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم حنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرسدي بن عبد الله عن أبي بصرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن غادون على يهود فلا تبدأوهم بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم